السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي هناخد النهاردة بإذن الله الدرس الثاني وهو الإنسان والأرض من التربية الدينية الوحدة الثالثة علاقة الإنسان بالأرض هنتابع دروس الوحدة الثالثة علاقة الإنسان بالأرض في الليلة التالية قال الوالد سنتحدث الليلة عن علاقة الإنسان بالأرض وما عليها فنحن لا نعيش وحدنا في هذا الكون ولكن حولنا مخلوقات أخرى كثيرة تسير أمورها بنظام بديع وتدبير محكم مما يدل على وحدة الخالق وقدرته وحكمته الوالد بيواصل شرح لأبنائه عن علاقة الإنسان بالأرض يقول الوالد لأبنائه أنه نحن لا نعيش وحدنا في هذا الكون يعني هناك مخلوقات كثيرة بتعيش معنا الذي يدبر أمورها هو الله سبحانه وتعالى وتدبير هذه الأمور بيكون بطريقة معجزة للإنسان وطريقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وتدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى أيضا المخلوقات التي تعيش مع الإنسان على كوكب الأرض هي بتمثل أمم من الحيوانات والحشرات والزحواحف والطيور وكل أمة أو جماعة لها خصائص بتميزها عن غيرها وأيضا لها طريقة في التعامل معها جعل الله سبحانه وتعالى الأرض مهيئة جعل الله سبحانه وتعالى الأرض مهيئة لأن يعيش فيها أو عليها الإنسان وكل المخلوقات الحية وجعل الأرض لها ميزة تميزها عن غيرها من الكواكب وهي الجاذبية الأرضية فهي تجذب إليها كل ما فوقها بقوة الجاذبية الأرضية طيب ما الذي نستفيده من الجاذبية؟ إنه لولا هذه الجاذبية ما استقر على الأرض شيء من الكائنات الحية وزاد من ثبات الأرض أنه خلق سبحانه الجبال لكي تثبت الأرض حتى لا تضطرب وتتحرك ومن بديع صنع الله سبحانه وتعالى أنه جعل في هذه الجبال مسالك وطرق واسعة حتى يهتدي بها الإنسان في مقاصده في أثناء السفر والتنقل من مكان إلى آخر يقول الله سبحانه وتعالى وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَمْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وإذا نظرنا إلى الأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وما يعيش فوقها من إنسان وحيوان ونبات وإلى السماء وشمسها وكواكبها ونجومها حنجد أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات وعلمها كل كائن كيف يسبح لله سبحانه وتعالى قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا إذن الله سبحانه وتعالى خلق السبع سماوات وكذلك السبع أراضي وخلق فيهن مخلوقات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وعلمها كيف تسبح بحمده ولكن الإنسان لا يفقه يعني لا يعي ولا يفهم تسبيح هذه الكائنات لأن الله هو العليم بكل شيء إذن خلق الله سبحانه وتعالى هذه الكائنات واجعلها تسبح بحمده بلغاتها المختلفة عن لغتنا وسخر هذا الكون بما فيه لخدمة بني الإنسان قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وخلق الله كل شيء لخدمة الإنسان وخلق الإنسان ليكون خليفة لله في الأرض يعني يعمل على إصلاح الأرض وتطوير الأرض يعبده في الأرض وفق المنهج الذي رسمه له الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة